لو أن المجتمع الغربي يتهمنا أننا مجتمعات متخلفة وأن هناك مصداقية بعض الشيء يقولون أنا أرى أن هذه المصداقية في تخلي الأنثى عن دورها ريادي وفي تخلي الذكرة عن دوره قيادي أي رجل أراد أن يكون قائد فهو قائد وكل مطلوب منه أن نعيش حال الكيادة يفعل حال الكيادة في حياته اليومية أي أنثى يمكن أن تكون رائدة لا يجب أن تكون بنته فلان أو في منصب كبير أو يجب أن تكون معها شهادة عظيمة إطلاقاً أي أنثى يمكن أن تكون رائدة بأنها تختار أن تكون رائدة في كل موقف وبالتالي هي أنثى مؤثرة ورائدة والحال هو اختياري الذي يختاره ويرتاح الذي يتجنبه ويعاني ويتخلف ويتألم الكيادة ليست حكراً على المناصب القيادة من حق أي رجل أي رجل يستطيع أن يعيش القيادة شعوراً ويمارسها في حياته اليومية أي أنثى تستطيع أن تعيش الريادة شعوراً وتمارسها في حياتها اليومية وده السبب أن احنا قدمنا برنامج القيادة الفاعلة الفعالة لأن ده حلم حياتي أنا الشخصي حلم حياتي أنا الشخصي هو تغيير ونقل مجتمعاتنا العربية المسلمة إلى حال عظيم جداً بدون تحكم ولا سيطرة في أي توجه شخصي أو سياسي أو حتى ديني فالفكرة كلها في البرنامج هو أن احنا من خلال هذا البرنامج نمكن المشاركين في هذا البرنامج من تبني حال القيادة وتبني حال الريادة وبالتالي كل إنسان بيقدر يختار يعيش الحياة الي هو عايز يعيشها بيختار الحياة التي يريد أن يكونها بيختارها ويعيشها ويحققها والجميل في الموضوع أن القائد أو الرائدة بيستمتعوا بنشر القيادة وريادة فالقائد محاط بقادة لأن القائد حالة فطرية وبالتالي كل اللي حواليه بيشوفوه عايزين يبقوا زيه فبيبقوا قادة هم كمان وهو بيرحق بذلك ويفتح لهم الأفاق ليكونوا قادة في حياته ونفس الشيء بالنسبة للأنفة، الأنفة الرائدة بتفتح أبواب لنفسها ومن حولها للريادة ازدياد الوعية في حياة القيادة وحياة الريادة سنحول مجتمعاتنا سنحولها تحول ضخم جدا وتحول من تحت الفوق فبالطريقة دي هنقدر نساعد مجتمعاتنا أنها تنمو وتعلو وترقى وتسود بدون ما نغير بحد نقول له غير ولا عمي ولا أي حاجة خالص نحن نقول له كل الإنسان مفخرة بأنه أنك ومهم جداً للأنثة أنها تفاعل حياة الريادة وتعيشها على المشتوى المادي وبالتالي في برنامج القيادة الفعيلة الفعالة نحن نقدم الأحوال الشعورية الأساس التي بها القائد يصبح القائد والأنثة يصبح رائدة سبب أن معظمنا لا يستطيع يعيش القيادة كذكور أو لا يستطيع تعيش الريادة كأنثة لا يعرفون كيف أدير نفسي كقائد وكيف أدير نفسي كرائدة البرنامج مخصص لتقديم كل الأساسيات التي نحتاجها في إدارة نفسنا لنقود والأنثة التي تكون رائدة القيادة والريادة من مفهومنا ليست مهارات معظم برامج الريادة والقيادة وعادداً يسمونها قيادة لأنهم لا يفرقوا من الذكر والأنثة البرامج الريادة تتكلم عن مهارات القيادة في هذا البرنامج لا نتحدث مطلقة نهائياً عن مهارات القيادة لأن مهارات القيادة سهلت التحصيل النقطة الأساسية التي تهبنا هو إحداث التحول في مجتمعاتنا بأن كل واحد يريد أن يعيش القيادة لأن القيادة لا تصبح القيادة حالة وجود نستطيع أن نختارها ونعيشها والريادة حالة وجود نستطيع أن نختارها ونعيشها القيادة الفعالة حال مختلف تماماً كل البرامج التي أقدمها غير برنامج القيادة الفعالة هي برامج إدارة للذات وتعامل مع التراب الذات لإستحضار الاتزام برامج القيادة هي برنامج إدارة للذات للتعامل مع الآخر والتحقيق والتأثير هناك فرق كبير جداً وهذا منظومة شعورية ومنظومة إدارة ذاتية أنا لم أعد امتهى قبل كده ومهمة للغاية أن نحن نعيش بها ونحقق بها ما نريد للذكور والإيناس قوة ريادة الأنثى في قدرتها على توظيف العلاقات في الخدمة والتأثير للخير والنور وكلما كانت قادرة على توظيف علاقاتها في الخدمة والتأثير للخير والنور منظومتها في العلاقات تتسع بشكل كبير جداً فالبداية ليست في العلاقات البداية في إدارتها نفسها أنها ستكون رائدة وأنها ستكون مؤثرة ترجمة نانسي قنقر